الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معدنا النهاردة مع الجزء التاني المحضرات الموديول. هنكمل في المحضرة اللي فاتت عن اول جزء من بتاعه. نهاردة ان شاء الله هنكمل الجزء الباقي اللي هنتكلم فيه عن والتراكية وبتاعها. هنبدأ كلامنا عن طيب مين هي نعرف عنها ايه? او فور اير بتوين فارنكس فوق وتراكية تحت. يبقى هنا فوق في الفارنكس. وهنا تحت في التراكية. الكنكشن بين اتنين. طب الول بتاعها او جدار اللي هنفس عباره عن ايه? برضو عباره عن ميكوزة بتاعها يتزمين لي. احنا متفقين من المحاضرة اللي فاتت ان معظم وليس كله. معظم الراسفيراتري فاسدش. لغاية ما اقول لك هنا استوق اختفى الراسفيراتري بيسيليم. فطول ما احنا نازلين هو ماشي معاين. طب هل هنا هو لائنين باير بارنكس? لا. انا حطيت اكسبت فلازم اي اكسبت تيجي قدامك تقف عندها. اكسبت مين? اكسبت تو ايريز موجودين في اللارنكس لكن مش لائن دباي رسفيراتري ابيتيلي. اللي هما وفوكال كورنس ويبيجلوتس. المكانين دول لائن باي دفران طايف ابيتيلي هقوله كمان شوية. لكن الجنراليز لائن انجليا هو رسفيراتري ابيتيلي. الكوريام بتاعها في ايه? الكوريام بتاعها ان عداش ان فيه كونكتف تشو? ات كونتين كارتلج. طب يا ترى ايه اهمية الكورتلج هنا? ليه اللي اقولوا فا? لارنكس كونتين كارتلج. فبساطة we ان تبضل مفتوحة اربعة واشرين ساعة لاربعة واشرين ساعة. يعني لا مجال انها يحصلها انها انها تقفل في وقت كده وانحنا نايمينه وتقول انا كمان انا مش شوية. منفعش. لازم كل الوقت. طول الوقت لازم يفضل مفتوح. طب ايه اللي ساعد في كده? وجود الكورتلج بتاعها قوي. في درجة من الصلابة او الثبات من هو يفضل على الفتحة بتاعته موجودة اول زا طايم ما تقفلش خالص. بنبقى وجود كارتلج. طب يا ترى ايه انواع الكورتلج اللي موجودة في عندي نوعين. فيها كارتلج استغنانة كتير. يعني فيها كزا اسم هتاخدوه في الاناتهم بالتفصيل. لكن انا مش هتكلم عليهم قد ما هتكلم على عنواع. انا عندي نوعين من الكارتلج موجودين في اللارنكس. الهايلاين كارتلج. وده موجود في الكريكويت كارتلج. الكبيرة اللي انتم شايفين عليها بوز اللي بتعمل تفاحة ادم دي. دي عبارة عن اين? طيب. الالاستيك فيبر كارتلج موجود في موجود في وفي الكيوني فور وكارتلج. يبقى انا عندي نوعين كارتلج. هايلاين وايلاستيك. واعرف كل نوع منهم الموجود في اني حتة في اللانكس او في اني كارتلج في اللارنكس. يعني جست ايجزامبل زي يعني. يبقى ده كده انشورت. مين هي اللارنكس؟ لاين دباي ايه والكوريان بتاعها موجود في كارتلج. فيه جزء مهم قوي لينك اتو ده لانكس انا جبت سيرته من شوية صغيرة. مين ده ده? ويكلت بالعربي لسان المزمور. طيب ده عبارة عن ايه? ده عبارة عن يعني حاجة مبططة كده. زي بالضبط الباب. عارفين الباب ده عملا لما نفتح ونقفل الباب? الباب اللي بيفتح ويقفل ده. طيب الباب اهميته ايه? موجود عند اللارنكس بيعمل ايه? ده في بطرة او بلع الاكل. لو احنا بناكل والاكل بيتبلع عشان ينزل للصمر في اللحظة بتاعت البلع بيقفل اللارنكس. طب برضو ليه? ايه الفكرة يعني محتاجين ده في ايه? محتاجينه علشان نمنع تماما ان اي حاجة من الاكل او من الشرب اللي احنا بناخدها يتحرك منها في التفوت وتدخل اللارنكس. ده على طول بيحصل او بنشرق. لو حصل ان ده سرب سنة ودخل اي حاجة من الاكل والشرب في اللارنكس احنا بنشرق ونفضل نقوح كتير كتير عشان نخرجها. فتو او عشان نمنع اصلا ان يعني القصة دي ما تحصلش. في منع اي اكل او شرب يدخلها ويفضل محافظ ان جواها هوا فقط. طيب هل اللارنكس كل وظفتها انها طبعا لا. اللارنكس لها وظيفة تانية اللي هي الفونيشن. الصوت اللي سمعيني بيدي الوقت ده بيطلع ازاي عن طريق وجود اللارنكس والستركشورز اللي فيه. فهي فيها استركشور مهمة اوي برضو لازم نعركه اسم البوكال كورز. البوكال كورز دي اللي هي الاحبال السطوتي. ودي بري امبورتنط. استركشور اندال لارنكس فور فونيشن. عشان اتكلم وطلع صوت. عبارة عن ايه البوكال كورز دي ار تو بيرز. او ميكوزة بيعمل تانية كده جوه الليومن بسميه بوكال كورز. انا عندي منه تو بيرز. في بير بسميه فولز كورز او فيستيبولر فولز. وفي بير تاني بسميه ترو كورز او فوكال فولز. يبقى ده معناه ايه? معناه ان انا عندي تو بيرز. اتنين منهم اسموهم فولز واتنين منهم اسموهم ترو. طب بالمنطق والعقل. مين فيهم مسؤول عن الفونيشن? الفولز ولا الترو? ها? لاجيكالي. ده ترو? لان هم اسموهم ترو كورز. ترو فوكال كورز او فوكال فولز. ده معناها ان دول المسؤول عن الفونيشن. ومال الفولز دول اهميتهم ايه? اللي حطوهم بقى هناك? الفولز دول اهميتهم يشاركوا في بتاع اللارنكس وقفلها في وقت الاسوال. يبقى دول ليه وليس ليهم دور في الفونيشن. طب تسمون كده ليه? عشان هم ما شبههم. شبه ولكن مالهمش دور في الفونيشن. طيب. نعرف عنهم ايه? مكانهم. يعني لو انت بتبص على اللارنكس من فوق. هتلاقي فيه تانيتين فوق باب. التانية اللي فوق دي الفولز. يعني دي مالهاش دور بالفونيشن. التانية اللي تحت في الجدار اللي هي الترو ودي المسؤولة عن الفونيشن يبقى اللور بير. يبقى انا عندي كان بير? اتنين. الاتنين الابر دول مالهمش ادعوه بالفونيشن وملهمش ادعوه باي كلام خالص. الاتنين اللور هم المسؤولين عن الفونيشن. ادي الوظيف وهي. ده بروتاكتنج اللارنكس. ومعناها انه هو ده بيشارك الابيجلودس في بروتاكشن. انه يقفل اللارنكس فيمنع اي او اي ماتيريالز تنزل من الفاتوي الى اللارنكس. مين بقى المسؤول عن الفونيشن? التروكورت او اللي بنتميهم بوكال فومز. الاسم بتاعهم اللي بيقول انه هم بوكال يعني مسؤولين عن الفونيشن. طب بالنسبة لللايينج بتاعهم. مين بقى فيهم? هيبقى صوت بتفتكروا مين? طبعا الفونز هي لان دي جزء مالباس وي ومسؤول عن لكن الجزء المسؤول عن هو والابيجلودس الاثنين. يبقى الاكسبشن واضحة هنا اهيه. كل اللارنكس is lined by spirator epithelium except الابيجلودس والتروكورت او الفوكال فوت. الاثنين دول يبقى خلاص احنا كده عرفنا. اذا هو المين لائنينج epithelia ايه? والاكسبشن اللي عندها ايه. ده بالنسبة لتركيب اللارنكس. ادي صورة هاي? طب فيول اللارنكس. انا كده ببص من فوق. يعني انا صورة هاي? والاتنين اللي تحتهم. اهو. ده بير اهو القبيض شوية ده. ده اللي تحت ده الترو واللي فوق ده الفولس. هنبص على ده دي صورة لعبة من الزار اللي بيتحركوا دول اللي يفتكروا هما مين? هم. اللي بيتحركوا دول هما الترو لان هما بيتحركوا. احنا بنتكلم ويعملوا الفوناشن. اللي فوقهم بقى ستبتين دول. ده صورة ده فولس كورس. الاتنين اللي فوق اللي هما لونهم شوية بيش دول. شبه اللاينينج بتاع ببقية اللارنكس. تمام? this is regarding the vocal course. نيجي بقى للجزء اللي بعد كده من البصوية اللي هو التركية. مين هي التركية? التركية عبارة عن part of the airway بيكون يعني ايه الكلام ده؟ يعني دي جزء تاني من البصوية بيمتد منين لثين؟ بيمتد من اللارنكس اللي احنا رستا مخلصينها ما شوية سغيرة ونكمل بيها تحت لغاية ما ندخل الثوركس. وفي الثوركس طبعا التركية توصل لغاية وتقسم نصين تدي لكل جزء. معناها ايه معناها 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 يعني كل اللي معاني دي ده تمام؟ يبقى دي تعريف بسيط لالتركية. بما انها اليوم من الورجنز فالوول بتاعها هيسري عليه نفس اللي احنا قلناه في اليوم من الورجنز قبل كده. ان الورج بتاعها جدارها طبقات. والطبقات دي زي GAC مسلا كده. طبقات من جوه البرا. ميكوزة. اهو. طبقة. او تحتها صاف ميكوزة. تحتها طبقة كارتليش لير. وبعدين ادفينتيش. يبقى دي الاربع طبقات ده هو لهم ميكوزة. طبق ميكوزة. كارتليش لير وادفينتيش. ناخد نخلي باننا من ملحوظة صغيرة. الطبقات دي احنا ممكن نكون عدت علينا وسمعناها وقبل كده. بس في طبقة هنا كده غريبة شوية. ما كانتش موجودة لما سمعنا الاربع طبقات ده اللي كان بدلها مين? بدلها مصر لير. لكن هنا بقى عندي بدل المصر لير وجود كارتليش لير وهقول كمان شوية ليه. ادي اول طبق عندي واتش ازا ميكوزة. واحنا تعودنا للميكوزة. كلمة ميكوزة قلنا عبارة عن ايه? عبارة عن طبقتين. طبقة ابيتيليوم وتحتيها كوريام او طب هنا بالنسبة للتراكية اهو. اول طبقة من الميكوزة ابيتيليوم بتاعه نفس اللي احنا بدقين منه. مغيرناش حاجة اهو. بالخمس خلايا اللي اتكلمنا عنهم لما اخدنا في النيزة الكادس. يبقى ادي اول جزء من ميكوزة افتراكية. وفي خمس انواع الخلايا اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. خلوة او. تحتيها. تحتيها طبقة كونكتف تشو كوريام. ودي عبارة عن ايه? عبارة عن لوس كونكتف تشو. ريتش ان الاستيك والليمفوسايتس وبلازما سيلس. الالاستي فايبرز والليمفوسايتس والبلازما سيلس دول انا اتكيت عليهم هنا لي? لانهم موجودين بكمية كبيرة. خصوصا الليمفوسايتس والبلازما كاميون ريسبونس. دي واحدة من الاميون ميكانازم او الطرق الدفاع عن ريسبارات الباسيج ان الميكوزة بتاعت معظم اجزاءه فيها للمفوسايتس. عشان تعمل اي فورين بادي او بكتيريا بتحاول تدخل. يبقى دا ريباردينج دا كوريام كونكتف تشو. فيها الاستيك فايبرز كتير. فيها ريمفوسايتس وفيها بلازما كامي. عندي هنا بقى فيه طبقة تالتة. ودي هي سبب وجود السابنيكوز. خلي بالكم النقطة. الكوريام اللي انا لسه قيلة عليه عبارة عن ايه? كونكتف تشو. جميل. والسابنيكوزة اللي هقولها كمان نص دقيقة عبارة عن ايه? كونكتف تشو. فلو الطبقتين دول فوق بعض. انا هفصلهم بايه? طب ما انا هقول كوريام وخلاص? وده فعليا موجود في بعض الارجانز هناخدها بعد كده. الطبقتين اللحموا في بعض وبقوا كوريام وبس. لكن لما يبقى عندي طبقة كوريام تبع الميكوزة وتحتيها طبقة تانية اسمها صابنيكوزة عبارة عن كونكتف. ده لازم يكون فيه فاصل بين الاثنين. في جي اي تي الفاصل كان طبقة مصر روفية اسمها مسكولارز ميكوزة. فالطبقة دي خلت فيه كونكتف تشو فوقها لمنى بروبي. وكنكتف تشو تحتها صابنيكوزة. طب هنا. الفاصل بين الميكوزة والصابنيكوزة في التراكية is the presence of elastic membrane. من اسمه كده. elastic membrane عبارة عن ايه? ها? format of elastic fibers. يبقى من ال elastic fibers الجاب معك شوية. وعملت طبقة شبه متصلة كده بقى الشريط من elastic fibers. الشريط ده فاصل تشو فوقي اسمه كوريام من كونكتف تشو تحتيه اسم مصر ميكوزة. يبقى الخلاصة. ميكوزة اوف تراكية. كم طبقة? ثلاث طبقات. اول طبقة lining epithelium. نوعه ايه? respiratory. تاني طبقة الكوريام او اللامنة بروبيا طبقة تكنكتف تشو. نفتكر ان فيها لنفوسايتس و لازمة سيل كتير عشان الدفنس. الطبقة الثالثة والاخيرة عبارة عن شريط من ال elastic fiber بنسميه elastic membrane وهو ده الخط الفاصل بين كوريام فوق وصاب ميكوزة بتحت. نيجي لستاكند لاير. واحنا خلاص متفقنا قبل كده ان كلمة ساب ميكوزة او كوريام تساوي كونكتف تشو. هنحط عليهم ادفنتيشيا وسيروزا ولمنا بروبيا. الخمس كلمات دول لما يعدوا عليك في اي حتة في اي اورجان تكتب جنبهم بين كوسين فورمت اوف كونكتف تشو. خلطوه. مش محتاج تحفظ حاجة بقى. يبقى كلمة كوريام لمن ابروبريا ساب ميكوزة ادفنتيشيا سيروزا. كل دول عبارة عن طبقات من الكنكتف تشو. هنا ساب ميكوزة عبارة عن كونكتف تشو. لكن فيها ايه كمان؟ فيها تراكيال جلانز ودي عبارة عن منيوكس ويسيروس بتفرز ميوسين او بتفرز فلاويد لاينج ذا تراكيال. ومعاها لينفاتيك نوزيولز لينفوسايتس برضو بنفس فكرة اللينفوسايتس اللي انا لست قيل عليها فوق دي. موجودين هنا او اي دخل مع الاير. يبقى دول اول طبقتين في جدار من التراكيال. ده ثابت ليير ازا كارتليج ليير. ومين اسمها كارتليجنس ليير سوء تول بي فورمد اوف. ها كارتليج لاجيك يعني حاجة مش محتاجة بقاكة خاطص. كارتليجنس ليير يعني عبارة عن كارتليج. طب ويش طيب في كارتليج? ازا هاي لاين. هاي لاين كارتليج. يبقى الطبقة دي عبارة عن طبقة كارتليج. موجودة في الورف تراكيال. فورمد اوف. سيكتين. تو تويني سي شيف درينكس اف هاي لاين كارتليج. ايه الكلام بس? نبص على الصور. اهو. ده تي اساكشن في تراكيال. فبلاقوا من الكارتليج فيها زي حرف السي. اهو. وعددهم فوق بعض من حوالي من ستاشر لعشرين رين فوق بعض. موجودين دولو في تراكيال. بالشكل اللي احنا شايفينه في الصورة دي. نوع الكارتليج في ايه? قلناها هاي لاين. نفتكرها كويس او. طب تفتكروا. الكارتليج في التراكية بيعمل ايه? ما ظن بقت قديمة بقى? قلناها في اللارميكس. انه مهم عشان تفضل التراكية مفتوحة طول الوقت. وثابتة ما فيش مجال انها تقفل ولانها تكولابس ولكن عنده خطس. فتفضل مفتوحة كل طول الوقت. اوبن والاير داخل طول عبرها. طيب. سي شيب ليه? ليه مش كومبليت رينك? ليه مش دايرة كاملة? السي دي مقفولة ورا. بايه? متسمع مفتوحة يعني ولا ايه? لا. السي دي مقفولة من ورا بمسل. يبقى فيه هنا كده عبارة عن عشان تكمل الحلقة. طب يا ترى الحلقة كملت بمسل ليه? وما كملتش بكارتلج. ها. مين يعرف يقول لي? هو ورد ركاة فيه ايه? ورد ركاة فيه اصافيجس. حلوة اول. طب هل ينفع اخط قدام الاصافيجس هنا كارتلج? ها. لأ. طب لأ ليه? علشان ببساطة الاصافيجس ده بيوسع ويدي مع البلغ. لما نيجي نبلع الاكل يبدأ يوسع شوية. يستراتش علشان الاكل ينتل فيه. ويتحرك يتحرك لغاية ما يوصل للمعه. لو قدامه كارتلج هل هيقدر توبيستراتشل او ان هو يكستند براحته وهو فيه اكل وينزله? طبعا لا. هيبقى فيه رزيستنس. هيبقى فيه قدامه مقاومة. حاجة بتضايقه. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بدأ ما يخط هنا كارتلج خلى فيه مصل. عشان تمقى هي كمان استراتشل. فتسمح بالديستنس فيلسي. او تسمح للاصافيجس انه يكبر او يوسع شوية في وقت البلع ويرجع لمقاسه تاني بعد ما الاكل ينزل في استنبه. ده بالنسبة لكون الشكل سي شاب علشان كده. علشان يدي الاصافيجس الحرية في وقت البلع انه هو يكبر او يدستن والاكل يتحرك فيه وبعد كده يوصله للمعه. الطبعة الاخيرة من الجدار بتاع التراكية اسكولد ادفنتيشي. ولسه قيلين من نص دقيقة. ادفنتيشي اسكولمد اوف كونكتف تشو. اهي. طبقة اللي بره خالص دي طبقة كونكتف تشو. طب هنا في التراكية اسمها ادفنتيشي مش سيروزا ليه. ها. ينفاكر. ادفنتيشي مش سيروزا. الفرق بينهم ايه. الفرق بينهم في وجود البراتونية. لو في بيراتونية الكافرين اسميها سيروزا. لو مفيش اسميها ادفنتيشي. طب يا ترى. البراتونية موجودة فين؟ في الابدمت. والتراكية موجودة فين؟ في الثوركس. يبقى ما عنديش بيراتونية اصلا. فعشان كده الطبقة الاخيرة اسمها ادفنتيشي. يبقى انشورد. التراكية كم طبقة؟ اربع طبقات. من جوة البرر. ميكوزا. ايبيثيليا من اسفيراتولي. كوريام كونكتف تشو. فيه احتيها ساب ميكوزا. الطبقة التانية ساب ميكوزا عبارة عن كونكتف تشو. وفيها ليمفوسايت والليمفاتيك نوزولز ومعاهم جلينز. الطبقة التالتة كارتليجنس لاير. ليه كارتليجنس؟ عشان فيها هايلاين كارتليش على شكل حار في سي. ومقفول من وراء بماصل علشان وراها اصافيوس. الطبقة الاخيرة ادفنتيشي عبارة عن كونكتف تشو. تربط تراكية او تسبتها في الحاولة. يبقى ذلك. تبدأ نتقسم التراكية وتديني نتكلم عليها ونعرف البرانش بتاعتها هاي. ادي التراكية اللي احنا لسه مخلصينها هاي. نزلت من الناك وكملت في الثوركس عشان توصل للانج وتوصل الهواء للانج. طيب وصلة لغاية هنا هتعمل ايه؟ هتتقسم نصفين. التو ديفاجينز. التو ديفاجينز هسميهم ايه؟ اكسترا فالمانري برونكوهاي. ليه؟ تو ديفاجينز عشان انا عندي تولانج. فالاتنين يوصل لهم هاو. طب التو ديفاجينز دي برى اللاين قبل ما يدخلوا اللاين هسميهم هنزلهم اكستراب المانري. طيب لما يدخلوا هات. هسميهم اي? 100علGI. oldest hormonal جيد. الان هو تبدأ التقسم لوسجمنط البرونكاي على حسب عدد في اللانج دي. تو سجمنز او ثري سجمنز يبقي يتقسم عندي تو أو ثري سجمنز او او ثري سجمنز او او ثري سجمنز او او ثري سجمنز برونكايد. keluargo 외 حسب عدد السجمنز كله يتقسم لها كل واحدة تاخد برونكس خاصة بيها. بعد كده تتقسم كمان اكتر 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 لغاية ما يبدين سغنونة خالص والدينتر بتاعها صغير اسمها برونكيول اللي هي اصغر حاجة في الفروع دي. يبقى دول كده التقسيم هتنشي معنا ازاي? تركية تقديني اتنين اكسترا في المانري برونكاي برا لان يدخلوا لان يتغير اسمهم من اكسترا الى انترا. الانترا يتقسموا لسيجمينتها على حسب عدد سيجمينت في الرايك وليفتنا. وبعد كده يتتوالى الديفجنز ديفيجنز 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 لغاية ما تديني برونكيولز سغنونة خالص. هذه اللي احنا قلناه. تركية ديبايد انتو تو برايمري برونكاي وان فور ايتش لان. جمين. قبل دخولهم اللان اسمها اكسترا برونكاي بفور انترينج لان. طب يا ترى الاكسترا برونكاي الوال بتاعها شكله ايه? it is very similar to تركيب. شكل تركيب بالظبط. نفس الترتيب بتاع اللايرز والوال والاستراكشن. الاكستبشن الوحيد. ان الكارتش هنا ما بقاش محتاج يبقى سيشيب. الكارتش فيها بيبقى كومفليت رينج. عشان مفيش اصافجة سوراها خلاص. فبيبقى كارتش رينج حلقة كاملة بتلف اليوم منكم. لكن باقي التركيب بالكومبوننز بالراسترا استراكشن. فيش فعل. طيب. دخلنا اللان. دخلنا اللان. اتغير اسمها من اكسترا الى انترا. والانترا والمانة البرونكوس الوال بتاعها الشوية مختلف. مختلف في ايه? number one ان بقى عندي ثلاث طبقات بس. بصوا معايا كده. ميكوزا. ماصل. ادينتيشيا. فقدنا مين? فقدنا السطب ميكوزا. عشان ما عادش في فاصل. فلحمت على الكوريام وبقى طبقة واحدة. وفقدنا الكارتلج لاير. ما عادش عندي طبقة نصدقلة بذاتها كده اسمها كارتلج لاير. لأ. بقى البديل لها عندي رجعنا طبقة المسكلوزا او الماصل لاير تاني. زي الاورجنز اللي تجيء عادي. فبقى عندي نحو الوصف. كام طبقة? تلات طبقات. من جوه البر. ميكوزا. ماصل. ادينتيش. طب كل طبقة منهم فيها ايه? اول طبقة من جوه which is mycos. والميكوزا من ضمن الكراتيريا بتاعتها من اول هنا انها folded. يعني ايه folded? يعني مكشكشة. يعني الجدار من جوه لاقي فيه كشكشة طالعة نزلة طالعة نزلة طالعة نزلة طالعة نزلة. يا تارا ده ليه? اعرفوا برضو معلومة كده على طول تبقى ثابتة في معك ما تنسهاش. انه ميكوزا تحتيها ماصل هتبقى فولد. بسبب ان الماصل فلما ات ماصل تنقبض تكشكش الميكوز. لما الماصل تفردها شوية. الكلام ده ما شفتوش في التراكية ليه? لان التراكية بديل الماصل عندها في كارتلش. فبالتالي ميكوزا مجدودة على كارتلش. مفروضة. فبلاقي اليوم بتاعة من جوه مفروض. مفيش فيه لكن من اول وحنا نزلين طالما عندي شيط ماصل لافق اليوم من كله هلاقي الميكوزا فولد. فيها كشكشات ونوريها لكم بعد. يبقى احنا عارفنا هاي اللي فولد ليه? بتتكون من ايه بقى? اول طبقة الميكوزا ايبيثيليوم كوريا. هنخلص عارفنا ايه. الايبيثيليوم هنا راسبارات في ابيثيليوم. بس خلي بالك. خلي بالك من ايه? ان بقى فيه نوط عندي. من اول المستوى هيبدأ يقل شوية بشوية. فعدد هنا هيبقى فيه اهو. يبقى نوط مهمة. ان من اول كل منزل اللي تحت كل ما عدد هيقل. حد يسأل ويقول ليه ليه? ها تفتكروا ليه? ليه الجوبلت سيلزة هتقل اس بيجو ده هنا? ده ده الثلاثة كل منزل اللي تحت كل ما تكتر كل ما تديق. صح ولا لا? اليومين يصغر. طب اليومين تضيق ده هيستحمل حتة ميوكس كده تخينة تسده? طبعا لا. فعشان كده الجوبلت بلاقيها في اليومينز الواسعة تركية كبيرة لكن اليومينز تضيق السغنانة دي. الجوبلت سيلز ما عادش ليها فيها دور قوي. هيتبدأ يقل الجوبلت لغاية ما تختفي تماما بعد شوية. يبقى عرضنا الفكرة في ايه? ان كل ما ليهه من يدي كل ما خاف عليه من الجوبلت سيلز وميوكس تيبليش. الطبقة التانية كنك تفتشه كوريا عادي زي اللي قبلها. كنك تفتشه فيها الاستيك فايبر وبرضو هلاقي فيها علشان الدفنس. ادي شكل نيكوزة اهي. وبدأت شوفها شايفين عندي الكشكشات دي. دي فول ضد ميكوزة. التنيات دي نتيجة وجود شيط الماصل اللي هو الخط الاحمر اللي بره ده. ده ماصل ايه? الماصل لير هنا. دي الطبقة التانية بعد الميكوزة عبارة عن طبقة من تلف اللي هو من كله حواليه كله اهو. ودي عبارة عن الطبقة التالتة والاخيرة من الجدار واللي هي هنا عبارة عن كونك تفتشه لكن كونك تفتشه مش فاضي. كونك تفتشه في حاجات تانية. طب يا طرى في ايه? كونك تفتشه كونتين هايلين كارتليج بليلس. يعني ايه? مشانا كنت ايلا ان كان عندي هايلين كارتليج رينجز في الاكسترا بلمونري. يا طرى الكارتليج هيختفي الفجأة كده على طول من اكسترا الانترا بلمونري? طبعا لا. كان هناك رينج كاملة هنا هيبدأ يبقى قطعة بليلس اهم. حتت كده من الكارتليج بواقي لغاية ما يختفي خالص. يبقى الكارتليج في الانترا بلمونري برونكس عبارة عن بليلس. وفي هايلين كارتليج موجودة في الادبينتيشيا. لغاية من بعد شوية يختفي الكارتليج تماما. بدأ اول حاجة موجودة في الادبينتيشيا هايلين كارتليج بليلس. طب ايه كمان? ميوكس وسيروس جلانس اهم. مجموعات من الجلانس. سيرو ميوكس جلانس بتفرز ميوكس وسيروس كريش. طب ايه كمان? المفاتيك نوديولز برضو. المفاتيك نوديولز برضو. المفاتيك نوديولز متجمعها مع بعض عشان تعمل لي دفنس. يبقى فيه الثلاث موجودين في الادبينتيشيا. الانترا بلمونري برونكس. الادبينتيشيا بتاعتها فيها ايه؟ فيها ثلاث حاجات. كنك تفتاشو كونتين ثلاث حاجات. هايلين كارتش بليلس. جروبس أوف جلانس. ميوكس وسيروس ومعاهم ليمفاتيك فوليكيرز او ليمفاتيك نوديولز. الثلاثة دول مهمين ليه؟ اسفة جدا. علشان اللابل الجاي اللي هو البرونكيول اللي هيجي الثلاثة هيختفوا مع بعض. فنبقى عارفين كنت. ان هما موجودين في الانترا بلمونري برونكس بس اللابل اللي بعديها بالديفجنز هيختفوا الثلاثة ويبقوا مش موجودين والادبينتيشيا تبقى كونكتف تشوف فقط. هذه الديفجنز بتاعتها اللي قلتلكوا عيامة شوية ان الانترا بلمونري جوه اللانج تتقسم الاول للوبر وبعد كده سجمنتل سوري. اللوبر هي المسؤولة عن كل برونكس لكل لوب. فهتبقى وان فور ايتش لانج. وبعد كده تتقسم لسجمنتل وتقسم حذة صغيرة وان فور ايتش لانج لوب. يعني الانترا بلمونري برونكوي هدخل جوه اللانج. اللانج فيها تولوبس تتقسم لتولوبر برونكوي. اللانج فيها فري لوبس هتتقسم لسري لوبر برونكور. بعد كده اللوبر تتقسم لتجمنتل وتبدأ تتفرع اصغر فاصغر فاصغر لغاية ما نوصل لمستوى البرونكيولز. تمام؟ نبقى ده الجزء الخاص به البرونكور. نيجي بقى هي البرونكيولز ونشوف الفرق في التركيب بينها وبين البرونكورز. امتا الديفجن ياخد لغاية برونكيول؟ امتا اسميه برونكيول مش برونكوس؟ لما الديامتر بتاعها يبقى equal or less than one مليمتر. يعني ايه؟ يعني ما يبقى عندي division. النص القطر بتاعه ملي او اقل في الحالة دي هيتغير اسمه من برونكوس الى برونكيول. يبقى امتا سميها برونكيول؟ افتكر رقم واحد. واحد ملي. البرونكيول الديامتر بتاعه واحد ملي او اقل. اكتر من كده هيبقى لسه اسمها برونكوس. طب البرونكيول دي. جدارها عبارة عن ايه؟ ها؟ نفس التلات طبقات بالضبط خلي بالك. مش هنقول لي ايه ده هو. هنقول التريكس بس الفروض. ميكوزة ومصر وقد بنتيشي. طب الميكوزة هايلي فولدد. وعرفنا ليه خلاص? هي نفس الفكرة بالضبط. مش هنفيه مصر بتاعتيها هتكشكش الميكوزة. اللايننج بتاعها. لأ طب بقى خلي بالك. بدأ يختلف. يعني كان نهاية. فين? كل ما ننزل لتحت بقى. يبدأ يقل يقل في الارتفاع بتاع الابيثيليم. في البرونكيول اختفى تماما البرونكيول وحل محله سيمبل كولامنر سيس. سيمبل كولامنر ابيثيليم. يبقى اذا البرونكيول كان حلو وشغل معنا من اول فوق لغاية منزلنا لما قبل البرونكيول. اول ما اخد لقب برونكيول. اختفى تماما الرفاراتري ابيثيليم. وحل محله ه ابيثيليم ويجت 있게 قيله الم rootingه. اللي بعديه او الاقل منه سنة. اللي هو السيمبل كولامنر ابيثيليم. السيمبل كولامنر ابيثيليم. السيمبل كولامنر ابيثيليا عبارة عن خلية Cindy. خلية سماحها سيريت كولامنر ودي بوائي الكولامنر اللي موجودة في السودو. كولامنر سيلو فيها سيريا. موجودين لسة مكملة. لكن هنا سيظهر معي خلية جديدة دي نانس اليدد بيسموها الخلية دي كان اسمها في التكست بوكس الأقدم شوية كلاراسل ولكن ده نيو نيم بتاعها في الفرجنز الجديدة من التكست بوكس التكست بوكس التاليستورجي مين الكلابسل دي؟ دي عبارة عن إما أو أقصر شوية بسميها كيوبويدل اللي هي بين الكولامنر والكيوبيدل الخلية دي دي سيكريتوري سيل بتفرز فيها سيكريتوري جرانيوس لما تشك بالإلكترون ميكروسكوب بلاقوا ان فيها سيكريتوري جرانيوس فبيترة الجرانيوس دي بتفرز دي بتفرز مادة مهمة جدا جدا اسمها سيرفاكتنت السيرفاكتنت ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن بتبطن البرونكيول من جوه كده بلدهن البرونكيول من جوه من السيرفاكتنت ده عشان تعمل ايه؟ عشان تفضل محافظة عليها وبتتروفينت اليومية الأديجنت ما تقفلش البرونكيول أبدا تبضل مفتوحة يبضل اليوم بتاعها بيتنت ومفتوح وكمان ليه بتفرز بتفرز عشان تساعد في يبقى اذا الخلية بتفرز حكتين بتفرز وده عشان يمنع اليوم من الأديجن ويكيب يعني نعتبره كده بينا وبين بعض بديل لمين؟ بديل للكارتلج الجدار بقى رؤية قوي ما عادش يستحمل وجود كارتلج فربنا يخلق بديل له وجود مادة تبطن الكابت بتاعها اليوم من جوه علشان تفضل مفتوحة ومشدودة وما تتقفنش طب الكلاب سلز بتفرز معيه كمان دي من اسمها انتي ميكروبيا يبقى دي خلية جديدة بدأت تظهر ايه من مستوى البرونكيول ويتكمل معانا شوية التحت سيكريتوري سلز نانس ليتت بسميها كلاب سلز نوع جوبلة سلز خالص مافيش برونكيول اللاينينج بتاعها تبص عليه وتلاقي فيها جوبلة سلز واحنا طبعا عارفنا السبع البرونكيول دياء جدا غير مسموف بوجود ميوكاس يسدها مافيش جوبلة سلز خالص في البرونكيول الطبقة التانية من جدار البرونكيول بعد الميكوزة هتكون المصل ودي مكيش فيها جديد طبقة المصل بتلفت كل تحت الميكوزة كلها وهنا يمكن واضح اكتر الفوض الميكوزة المكاشكشة هاي موجودة هنا في البرونكيول وزاخرة جدا نتيجة وجود المصل اللي الطبقة التانية هتكون مين؟ هتكون وهنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن كونك تفتشو يا ترى شايفين هنا شايفين هنا جلانز؟ لا مفيش يبقى اذا التلاتة هم هتحطوهم وقابليهم هنون يبقى البرونكيول كونك تفتشو بس مفيش كارتلش مفيش جلانز مفيش الليمفاتيك نوديوس الليمفوسايتس ممكن تبقى موجودة في سورة لكن مش هتعمل لي كبير يبقى التلاتة اللي كانوا موجودين في اختفوا خالص في يبقى الول بتاعها كده باختصار تلات طبقات ميكوزا مفيش مفيش خالص مفيش خالص مفيش خالص مفيش خالص احب نوه عنها في النقطة دي ان في حالات الازمة اللي هو ربنا يحفظنا الناس اللي عندها الربو الشعبي بيحصل ايه؟ بيحصل في البرونكيا 3 الجدور بتاع البرونكايدا بيحصل فيه التهاب مزمن يبدل موجوده على طول ويستمر لفترات طويلة بيحصل بيعمل يعني يبدأ يؤثر على الماصر الموجودة دي ويخليها فجأة تروح تكون تركت بقوة شوية لما تكون تركت بقوة دي تعمل ايه؟ تقفل دفت او تديقه اوي ففي الحالة دي بنسميها فرونكو سبازم يعني بالديق اوي وتبدأ يحصل لها سبازم منتقلس فتقلل الار انت ويبدأ الشخص يحس بالاضنع او يحس بديق في التنفس نتيجة بتاع الماصر دي من اللي حاصل فيه البرونكو سبازم يبقى ده يعني صغيرة عن الفاثولوجي اللي بيحصل في الازمة ان الماصر دي بتنقبط جامل تديق اوي البرونكو سبازم وتخليها صغيرة اليوم بتاعها دي فدي حالة بنسميها تنفس للاشخاص اللي عندهم المشكلة دي ده بالنسبة ليه البرونكو سبازم؟ اولان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والمحضرة التانية ويبقى هنا ان شاء الله محضرة واحدة اللي هي هتكون والجزء الخاص اشوفكم على خيان ان شاء الله في الجاي وبالتوفيق الجميع سلام عليكم